القصف الإسرائيلي المدفعي والجوي المستمر على غزة ما يزال يحصد المزيد من الأرواح إذا فادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 76 فلسطينيًا وإصابة 102 آخرين في هجمات على القطاع خلال 24 ساعة فقط الوزارة أكدت في بيان الاثنين أن 32 ألفاً وأربعمائة وتسعين فلسطينياً قتلوا وعصيب 74 ألفاً وثمانمائة وتسعة وثمانون آخرون بنيران إسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي وفي وقت سابق تحدثت وسائل علامية عن مقتل 11 شخصاً بقصف إسرائيلي على عدة منازل في رفح جنوب قطاع غزة من جانبها أعلنت مصادر صحية مقتل ثلاثة مواطنين على الأقل وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلياً استهدف منزلين في خربة العدس وحي الشعوط بمدينة رفح كما قتل 12 آخرون بقصف استهدف خيماً للنازحين بمنطقة المواصي شمال غربي خان يونس في الجنوب أيضاً فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية كذلك مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس واعتقلت كوادر طبية ونازحين من داخله وفي محيطه وذلك بالتوازي مع قصف مدفعي استهدف المناطق الغربية للمدينة وفق ما ذكرت وسائل إعلامية وفي وسط القطاع قالت المصادر أن زوارق الجيش الإسرائيلي قصفت شاطئ بحر مخيم النصيرات في حين أكدت مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف استهدف شرق مخيم البريج الذي يشهد اشتباكات عنيفة وفي شمال قطاع غزة ذكرت المصادر أن محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة شهد اشتباكات وقصفاً مدفعياً إسرائيلياً ما أسفر عن مقتل عدد من الفلسطينيين مشيرة إلى استهداف محيط دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة بقصف مدفعياً إسرائيلي من جهتها قالت وكالة الأمم المتحدة لغوط وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونر والأربعاء إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أكدت مقتل ثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسين طفلاً في الحرب الدائرة بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي الأونر وذكرت في تقرير أن اليونسيف أشارت إلى تقارير عن مقتل نحو عشرة أطفال بعد ساعات من صدور قرار مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين الماضي والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة